اشتركوا في القناة في عندي يا شباب مثل ما قلنا دلتا اكس وعندي دلتا واي مثلا نأخذها هنا بالمساحة اللي عندنا ما بين اكس و واي اكسس مساحة تاقلنا عبارة عن دلتا اكس و دلتا واي جي لانه احنا تقسيمي لدومين عندي هون فعليا مثل ما تكلمنا مبارح بقسم المنطقة هاي وهي افضل طريقة احصل على مساحات ان اقسمها لاشياء انا بقدر احسبها زي مستطيلات او شيء من هالقبيل فبنتج عندي هذا الشيء اللي هو دلتا اكس اي و دلتا واي جي فهذا مستطيل على الارضية او على القاعدة فبالتالي له مساحة اذا اخذت الارتفاع مثلا لنقطة لنقطة هون فرح اكون الارتفاع اللي هي الصورة هون هي على زد فلما اضرب بي مساحة القاعدة بالارتفاع رح يعطيني حجم المستطيل هذا اذا بجمع كل المستطيلات هذول التقسيمات هاي اللي عندي هون رح تعطيني ايش اسمه الحجم تحت منحنة او مش تحت منحنة بعتذر تحت المجسم هذا اوكي يا شباب هاي الفكرة من من الموضوع الاكثر ولا اقل اللي بجوز الصورة هون اوضح الصحب المنطقة هاي اللي هون ان انتو بتحسب المحجم تحت تحت المجسم فبالتالي لما بنحسب double integral احنا فعليا بنحسب ايش شباب بنحسب volume ل المجسم طبعا ما نحسب double integral خلينا نشوف شوما ما نحسب double integral الصحيح لانه ما اخذناش امثل المرة الماضي بس ملاحظة بسيطة حطيت لكم مثال مش مثال بعتذر حطيت لكم فيديو طويل شوي صحيح موسع اكثر ل double integral خلينا نجي نستعرض المثال الاول ونشوف شو البدي اياه فيه شباب انا عندي قاعدة او عندي مساحة على x y plane موجود عندي مثلا هون اطلع المساحة معطيني اياها اللي هي المحصورة ما بين المحصورة ما بين المنحنة y يساوي x تربيع y يساوي ناقص x تربيع واللين العامودي اللي هو x يساوي واحد واللين العامودي x يساوي ناقص واحد هاي مساحة راح اعطيني اياها على الارضية يعني على x y plane راح اعطيني اياها من x y plane اوكي فهاي المساحة في فوقيها المفروض المجسم حسب قاعدة الاقتران الموجود هون يا شباب اوكي هذا الاقتران الموجود هون حسب قاعدته راح اعطيني مجسم قليني اوريكي شو مثلا هذا رسمه مثلا او المجسم ها شو بده يكون الصحية قليني اروح معاك شوي بس اشياء بس بعدين من الى في الحل الصح اكثر الهو الاقتران اظن معطيني اياه عبارة عن الهو x قوة 4 ناقص 2 y اذا رحنا هون يا شباب شفنا الاختران هذا الهو x قوة 4 ناقص x قوة 4 ناقص 2 y بعدين كو بس x قوة 4 ناقص 2 y 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 مش دقيق راح نشوف انه راح يطيني المجسم هذا طبعا انت ما بهمك هذا الكلام كثير بس مش غلط ان نشوفه انت مثلا بدك تحسب الحجم ما بينه وبين هذا المجسم مثلا حسب المنطقة اللي اخذناها اذا بتذكروا اللي هي محصورة ما بين كان شكلها هيك ما بين اكس يساوي واحد وناقص واحد وعلى واي شكلها زيك هاي راح تكون على الارض على اكس واي راح تكون على الارضية هاي المنطقة المضللة وانت بدك تحسب الحجم ما بينها وما بين المجسم هذا اللي عندك خلينا روح نشوف شلون ممكن وهذا اللي بعنينا طبعا احنا بالنهاية انه شلون ممكن نحسب هذول او شلون ممكن نحسب الدابل انيقرة اول شي يا شباب تنتبهولي هون بيعطيني المساحة طبعا هون معطيني اكس معطيني واي طبعا التكامل اذا بتشوف الثنائي بعطيني هون اوميغا اللي هي الرسمي هاي طبعا او المساحة هاي هاي اللي اوميغا بخصت فيها باني بدك كامل فوق الاميغا هاي اوكي يا شباب بدك كامل فوق اوميغا هاي اللي معطاه معي هون شو اللي راح اساوي اللي راح اساوي انني في عندي هون اذا بتذكروا من الرسم اللي قبل شوية رسمنا الدي اكس هاي اللي هي تغير باكس والدي واي او دال واي يعني تغير باي هاي تغير باكس وهاي تغير باي طيب نيجي هون على المساحة هاي اللي عندنا يا شباب المساحة اللي عندنا هاي دائما بقول لطلابي من 200 و 1 بجوز دائما حاول المساحة اللي بعطيك اياها بالرسمة او اذا مطلوب بانك انت ترسمها هاي بتكون بسيطة جدا حاول تسكرها على مستطيل او مرضى حسب اللي بقول لكلاش اطلع عندي يا شباب هون شو بقول لي هو هو هون بده التغير باكس بالاول بعدين التغير بواي عندي مشكلة صحيح هذا السؤال قبل ما ابدأ بيحله لان في اشياء الصحي بدي اعلق عليها تعليق فقط لا اكثر ولا اقل اطلعوا لي علي يا شباب اكتابنا شو اللي نساوي اللي بادين بالحل فعليا اطلعوا شو اللي نساوي هذا شي بدي تنتبهه له منفصل كثير بالفيديو اللي حطيته اتذكروا لي براجع معكم هون راجع اطلعوا علي شو اللي صاير عندي اللي صاير عندي انه تغير ب ب هم تغير ب شباب هاي بدي اللي لاحظها السؤال غالبا لما يجيك السؤال لما يجيك الحيجيك التغير ب اكس. بعدين التغير بي واي. لان احنا هيك دائما التغير بي اكس اكس بالاول بالترتيب بعدين واي. فاحنا بنقول دي اكس دي واي. بس شو المشكلة? المشكلة احيانا اذا بده اخذ التغير بي اكس بالاول العملية رح تكون صعبة جدا عليه. اه بالمثال هذا الصح طويل فاني مش رح استعرضه الصحيح. فبوضح مثال ثاني الصحيح. وين ممكن مكامل الامور اتصير. فالافضل اني شو اساوي فيه? اغير. يعني اجيب تغير بي واي بالاول. بعدين التغير بي اكس. خلنا ارجع الى الرسم. اشلون التغير بي واي والتغير بي اكس? بدي تذكروا يا شباب. وهذا اهم شيء انه واي عبارة عن شيء او الاكس اسف الخط الافقي. واي الخط العامودي. فبالتالي التغير بي اكس او دال دال سين يعني خلنا نقول او دال اكس تتغير من اقصى اليسار لا اقصى اليمين. يعني بالاتجاه. اوكي يا شباب. والتغير بصاد لازم من الاسفل للاعلى. يعني من هون لهون. فهذا اللي هو دال صاد. او اللي هي دال واي. يعني من اسفل لاعلى. من اسفل لاعلى. دلوا من ذكين دي اكس من اقصى اليسار لاقصى اليمين. اقصى يسار لاقصى يمين. وهون اسفل لحد اعلى. اوكي? بيش بخدمني هاد يا شباب. خلينا نشوف بيش بخدمنا الصحيح. اللي صاير عندي بكل بساطة. اه الشيء التالي. خلينا نحل السؤال مع بعض. مشان نفهم الافكار احسن. خلو للمستطيل هاد. لانو بدي اياه الصحيح. اللي انا حطيته هون. تسكيري هاي. هسا بوضحها ليش تسكيري هاي. تظلوا منذكرين يا شباب. انو اذا بدي احط هون راح اقول انه هاي. و اكس ذكروا. الخط العمودي اكس يساوي واحد. والخط العمودي الثاني اكس ناقص واحد. هذا الخط يا شباب. هذا الخط اللي هون واللي هون فعليا. اللي انا سكرت فيهن. اذا باجي لهون. هاي الواحد هون. هذا الاقتران عندي. صورة الواحد واحد. فبالتالي هاي واي يساوي واحد. وهاي واي برضو يساوي ناقص واحد. شلو هم بدي اعرفين. بكل بساطة اطلعوا هون. صورة الواحد. اذا بدي احط واحد بدل ال اكس. واي راح تطلع ناقص واحد. او صورة الناقص واحد برضو هي. واي راح تطلع ناقص واحد. وهون واحد. فبالتالي. بدي أحدد هذول بالبداية طيب نيجي لحل السهل أنا معطيني فعليا المنطقة هاي ومعطيني الاقتران الاقتران ما بعنيك يشي كثير الصحيح لأنه المجسم اللي قبل شوي وردكم رسمه اللي بعنيك حدود التكامل وأنه هذا بعنيك معظم الأسئلة يا شباب راح أجيبلكوا إياها إجمالا إنه ما بديش تكامل أكيد راح أجيب إنه شلون تعرف تكامل بس التكامل إحنا خضنا صلينا نقول الأشياء بكالكولوس 2 فأني مش بدي مهارات تكامل بصراحة بقدر ما إني بدي تعرف إشلون يتغير حدود تكامل التكامل ثناعي إشلون يتغير حدود تكامل يعني إشلون يتغير لي DY بDX يعني إذا كانت دائما المطلوب قلت لكم بيكون DX DY بدي تعرف إشلون يتغير أو تعمل تشينج بين DY DX عندي المساحة طبعا يا شباب انسوا المربع اللي حطيته هسأ بقول عن المربع اللي حطيته ليش حطيته هذا أو ليش سكرت المساحة كلها بمستطيل وبجزء علق بالمثال الثاني أكثر الصغير اطلعوا علي يا شباب إذا بدأ بدل DY بDX مشكلتي بالسؤال هذا إذا بدأ بدل DY بDX أو آسف يعني خلي DX بالبداية وDY رح يطلع صعب جدا أوكي طبعا لأنه أحسب أعلق عليها بس خلينا نحلوا بالأوأ كل اللي بدأ يصير معي يا شباب إذا بتشوفوا عندي هون وخلينا أشيل الأشياء هاي طلع علي إذا بدي التغير بY بالأول مثل ما قلت لكم قبل شوي التغير بY عندي فيه إنني بدي أبدأ بالمساحة هاي اللي عندي من أقصى شيء بالأسفل لأقصى شيء بالأعلى اطلعوا شلو ما بدي أمشي طبعا أنا عندي هنا عندي حدود اللي هني الحدود فعليا اللي هني هذول X ناقص واحد وX يوسع واحد اطلع علي به المنطقتين هذول شو اللي رح تصير معي اللي رح تصير معي يا شباب إنه إذا بدي أبدأ بطلع علي إيش يوم تبدو لي بدي أبدأ على المساحة تعتها بدي أبدأ جنب الناقص واحد وأخذ تغير للأعلى بابدأ من أسفل الدومين هاي من الاختران اللي هو Y يساوي ناقص X تربية طلع علي وبنتهي وين بY يساوي X تربية بابدأ من ناقص X تربية وبنتهي بالX تربية إذا بابدأ هيك وبظل ماشي بنفس الطريقة كل المنطقة من X يساوي ناقص واحد لحد X يساوي واحد كلها قاعد بابدأ من ناقص X تربية بالأسفل وبطلع لمين على Y للX تربية إذن يا شباب عندي التغير بY من ناقص X تربية الأسفل للأعلى اللي هو بوصل مين للX تربية اللي هي طبعا طلعوا كتابنا شو حاطها حاطوا ناقص X تربية حاطوا تغير بY طيب الX لازم تتغير بين عددين حطوا ببالك يا شباب إنه إذا بعطيني منطقة زي هاي التغير بY إذا ببدأ من الأسفل للأعلى التغير بY لازم يكون بين اختران بX واختران ثاني بX الاختران السفلي بعدين الاختران العلوي اللي بيجي من هون الX لازم تتغير بين عددين الX بتتغير فعليا أن المساحة هاي لما بديت بديت من الX يساوي ناقص واحد وخط السهم الأول بعدين ظلتها طلع 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 نفس القضية بظل من X يساوي ناقص واحد لX يساوي واحد هذا التغير الأفقي التغير الأفقي لازم يكون من عدد لعدد بك يا شباب متابعين معي؟ أفنان معي أفنان معك يا دكتور متابعين معي؟ فاهمين إن كويس؟ آآ فاهمين سورة نعم دكتور متابع يا سورة شو ما ساوي؟ متابع تمام إذا بتغير بX يا سورة بتغير ما بين الثابت والثابت صح؟ من اليسار؟ لليمين وبY من الأسفل للأم أوكي يا شباب؟ فهون بتكون لطيفة فهونا بتحكي ببدأ من هون وبنتهي هون وما تغيرت ضمن المنطقة هاي كلها ما بين X يساوي ناقص واحد لX يساوي واحد عن بعدني لما ببدأ من تحق وبطل على فوق بعدني بروح من ناقص X تربيع بروح لX تربيع إذا صار عندي تغير يا شباب لازم أكسي من المنطقة لمنطقتين بعدين منوضحها بالأمثلة اللي جاي إن شاء الله تمام؟ والX بتبدأ من وين؟ مثل ما قلنا من ناقص واحد لواحد فأنتي شو بتيجي بتقول؟ بتقول التكامل ها بتشيل لكلمة أميجا ما بديش إهم سامحك فيها بتيجي بتقول لي الـ X هو اللي بده يصير بره تمام؟ اللي الثوابت يا شباب اللي التغير بالثوابت هذا بده يكون من بره التكامل براني طلعوا عليه اللي بره مع اللي بره فبتقول لي معناته بده أبدل بده أجيب DX هون وDY هون بده أبدل هن ببعض بس التبديل ها ضئلو ثمن إني أمشي صح بالمنطقة هاي يعني الـ DX بده يكون من ثابت لثابت والـ DY من اخترام بدلالة X لاخترام بدلالة X فأنا رح أدى هون من اخترام بدلالة X مثل ما أحدد التون إنه لحد السفلي ناقص X تربيع والحد العلوي X تربيع فأنا رح أقوله بكل بساطة إنه حدود التكامل رح تكون من ناقص X تربيع الحد السفلي والحد العلوي رح يكون عبارة عن مين عن X تربيع هذا التغير بالنسبة لـ Y الاخترام ها جوا أنت ما بيعني كيش كثير بدك تظل محافظ عليه موجود هاي هو موجود ما لي فيه يعني البيهمني حدود حدود التكامل لا أكثر ولا أقل باجي طيب للتغير بـ X التغير بـ X رح يكون من الثابت ناقص واحد زي ما فصلنا هون طلعوا الـ Xات بتغيرين أفقي من ناقص واحد لواحد والـ Yات بتغيرين يعني هاي DY DY بتتغير من ناقص X تربيع لـ X تربيع والـ DX بتغير من ناقص واحد لا واحد ما في عندي مشكلة فيها أوكي فحدود التكامل بصير ناقص لا واحد هس المسألة على فكرة صارت بسيطة جدا بعد ما أفهم الفكرة هاي قضية التكامل مش قضية صعبة صارت اللي رح يصير بكل بساطة يا شباب إنه أنت رح تكامل تكامل عادي خليني هذا المثال أكمليلك يا بعده صحيح مش رح أوقف عند أشياء كثيرة يعني بهمني تحديد الحدود بعدين الأشياء بسيطة باجة هذا شو بدي أساوي فيها شباب بدي أكامله بالنسبة لمن؟ بالنسبة لـ Y الشو الـ Y بتكاملها؟ الـ Y بتصير عادي يـ Y تربيع على سماع بكامل عادي شو تكامل Y؟ Y تربيع على 2 الـ X هو أربعة بالنسبة لـ Y ثابت فأني بالنسبة لثابت بدي أكامل بالنسبة لـ Y رح أصير الثابت في Y فتطلوا عليهمني رح أصير ثابت بـ Y بعدين مين عندي؟ الـ Y تربيع على 2 طبعا ليش هون لما قلت Y تربيع على 2 ومضروب بـ 2 2 مع 2 رح يختصر صح ولا لا؟ رح أضل عندي مين؟ فقط Y تربيع شو اللي رح أصير عندي؟ اللي رح أصير عندي أني نبدي أشياء أعوض حدودي التكامل بالنسبة لـ Y Y بالنسبة لي بتتغير ما بين الناقص X تربيع أو ما بين مين؟ الـ X تربيع باجي إذا بتتذكروا طبعا من الكالكولوس ساي أشياء بسيطة إذا بتتذكروا طبعا باجي بعوض بالأول X تربيع بدل Y بدأ عوضة X تربيع بتصيرها X قوة 6 ناقص بدل Y بدأ حط X تربيع بتصير عبارة عن إيش شباب؟ X قوة 4 هذا تعويض الحد العلوي ناقص إذا بتتذكروا هالقواعد التكامل ناقص تعويض الحد السفلي تعويض الحد السفلي شو رح يعطيني يا شباب؟ تعويض اللي هي ناقص X تربيع هاي اللي هي هون بدأ عوضها بتصير هاي هون ناقص X تربيع مضروبة بالX قوة 4 رح تصير ناقص X قوة 6 تذكروا هاي بتصير X تربيع مضروبة بسالب في رح تصير ناقص X قوة 6 بعدين بدأ عوض ناقص X تربيع حون الناقص بالتربيع بتروح رح ترجع برضو ناقص X قوة 4 بظل عندي التكامل بالDX يا شباب طلعوا كل شي هون بدلالة X والتغير برا DX ها بتكامل عادي تبع calculus 1 وكي يا شباب ديروا بالك إذا ما طلع معك هذا الخلال بيكون في عندك خلين نقول بشغلك في أخطاء فسجمعوهن هذور هذا بنفكين X قوة 6 ناقص X قوة 6 بصير 2X قوة 6 الـ X قوة 4 مع الناقص X قوة 4 لما دخل الزائل ناقصها بصير زائد وشط بين بعض ماجهة هسبة كامل هذا بصير X قوة 7 على 7 مضروبا بالثنين اللي هو 2 على 7 قوة 7 X قوة 7 بعدين من ناقص 1 لـ 1 بعوض بتطلع اللي هي 4 على 7 شباب فالعملية بسيطة إن شاء الله ما فيها شي قضية التكامل مثل ما قلت لكم سهلة وأنا كثير بجوز مطلبهاش أنا أكثر شيء بعنيني إنه how to إيش شباب إيش إني أحدد حدود التكامل قلين نأخذ المثال الثاني المثال الثاني بيقول لي evaluate وأنا غالبا مش رحة مع evaluate مثل ما أقول تلكون أنا غالبا بدي أحدد حدود التكامل معطيني المنطقة هاي اللي هي محصورة يا شباب ما بين الخط المستقيم محصورة ما بين الخط المستقيم Y يساوي X أي معطينيها محصورة ما بين هيك المعطينية محصورة ما بين X يساوي ناقص 1 اللي هو الخط العامودي هะ محصورة ما بين يساوي 0 اللي هو محورسين ومحصورة ما بين Y يساوي 1 اللي هو الخط الأفقي اللي هو Y يساوي هاي المنطقة المضللة عنده اكي يا شباب هاي المنطقة المضللة البلازرق اللي عنده شباب تبassوا علي وانا بدنا نركز شوي ذكروا انه التغير بx طبعا هو مساوي الفكرة اللي انا قلت لكم عنها انه دائما سكر اذا بتحبه انه اسكر المساحة بمستطيل تطلعوا علي يا شباب اذا بده اخذ التغير بx بالاول هذا حقك طبعا لانه شو السؤال بيقول لي السؤال بيقول لي هاي الرسمات تسمش مشكلة براجعلكوا اياها طلعين فوق تطلع بده دي اكس دي واي اذا بده اخذ دي اكس بالاول اذا بده اخذ دي اكس بالاول يا شباب يعني بده اتغير بالاول بالاتجاه الافقي مش بالاتجاه العامودي اطلع علي اذا بتغير بالاتجاه الافقي ديروا بالك بدك تغطي المساحة تبعتك فاني رح ابدأ وين اطلع اذا بده امشي افقي اللي رح اصير معي اذا بده امشي افقي اطلع اذا بده ابدأ عند واي يساوي صفر بده ابدأ عند واي يساوي صفر ببدأ عند y يساوي 0 وبنتهي عند y يساوي الخط المستقيم يساوي x ببدأ فيه وظل أطلع من y يساوي 0 تأصل y يساوي 1 مشان نغطي المساحة كاملة ببدأ بالخط وانتهي بالخط المايل ببدأ هون طبعا هو طلعه ابدأ هون وانتهي هون هون برضو عند y يساوي 1 دائماً ببدأ بالخط العامودي X يساوي ناقص 1 وبنتهي وبنتهي يا شباب وين بنتهي بالخط Y يساوي X فهذا التغير بمين بصير هذا التغير بمين هذا التغير بX إذن X تتغير من وين يا شباب ببدأ طالوا عليه ببدأ من وين من الخط العامودي وبضل رايح للخط X يساوي Y فاني الـ X بتتغير عندي ما بين الناقص 1 وما بين مين ايوه هاي بدي تركزولي فيها ما بين X ديروا بالكو الـ X بتتغير بين اخترانات بدلالة Y يا شباب إذا بدك تغير X بالبداية فالـ X بتتغير ما بين ناقص 1 واختران بدلالة Y يعني العكس يعني وكاني بدأ قول هنا الـ X يساوي Y وكي شباب الـ X يساوي يساوي Y طيب الـ Y من وين بتتغير اطلع علي انا بدأت عنده Y يساوي 0 وانا ماشي بالأسهم هاي على المنطقة هاي انتهيت بوين بـ Y يساوي 1 إذن Y اللي هو الخارجي لازم يتغير ما بين رقم ورقم رح يبدأ بالصفر وينتهي بالـ 1 وكي شباب اطلع علي هاي النفس اللي كتبت 100 بالـ 100 فالـ Y ببدأ بالصفر وبنتهي بالـ 1 الـ X ببدأ بالـ X يساوي ناقص 1 وبنتهي بالخط X يساوي Y لأنه يبدأ X بدلالة Y وكي شباب إذن التكامل بعد إذنكو بدي أنزلي شوي فبالتالي بدي أحذف كل شي هون طلع علي شو اللي بد يساوي طلع علي أخذ التغير بـ X التغير بـ X يا شباب هذا التغير بـ X بالأول تمام وهذا التغير بـ Y الثاني التغير بـ X طلعوا علي يا شباب هذا التغير بـ X الـ X اتفقنا أنه بالبداية بتبدأ بالناقص 1 وبتنتهي بالـ Y والتغير بـ Y قلنا أنه الـ Y بتبدأ بالـ 0 وبتنتهي بالـ 1 أنا مجرد ما تساوي هاي العملية بالنسبة لي أنت حليت تقريبا 95% من السؤال رديد لحدود تكامل وكثر الله خيرك هون عملية تكامل بسيطة قلت لك أنا بالنسبة لي بجوز أنك بس تحددها يعني تشتغلها أشياء بسيطة أنك تحسب ما فيش عندي مشكلة فيها اوكي شباب بدي بعد إذنك أسمع منك ها يا نور معك دكتور معك دكتور نور معي نور آه دكتور الحمد لله معك فاهمة علي شو البساوي فاهمة تعديلي شوي بس مشان نفهم مع بعض وأشوف أنت وين الصح لأنكم مش قدامي فبتظل أني بدي عرف وين حاطيني جريك ونتم بالموضوع الصحيح شو البساوي فعليا حدود التكامل لازم التكامل الثاني يكون حدوده ثابت وعليها منختار مثلا نبدأ تكامل بالـ X بالأول دال X أو نكامل على Y بالضبط تفضلي تفضلي كاملي تفضلي تكلمي نور تغير في X دكتور سامعني آه سامعك نور سامعك تفضلي تغير في X نتحرك من اليسار لليمين حسب الرسمة X بالضبط حسب الرسمة X تساوي Y والY تتحرك من الأسفل للأعلى بالأسفل Y تساوي بالضبط 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 شبه خلينا أرجع على خصين بسرعة أنا عندي تكامل تكامل ثناي في منطقة بدي أعطيني إياها بدي أكامل فوق إياها المنطقة هاي ممكن أن أخذ التغير بـ X بالبداية أو التغير بـ Y بالبداية هذو حسبا ما بدي ما حداش بجبرني أعرفه إنك تأخذ DX بالأول أو DY بالأول إذا أخذت DX بالأول بدك تتعرف أنه أنت بتتغير بإقتران بدلالة Y لإقتران بدلالة Y زي اللي قبل شوي حليناه خليني أرجع له بتتغير بإقتران تطلعوا الإقتران هذو بنسبة الإقتران بدلالة Y صح ولا لا هذا إقتران اللي هون ناقص واحد إقتران بدلالة Y لا إقتران بدلالة Y من هون إلى هون بعدين بتيجي على Y بتتغير من ثابت لثابت أوكي يا شباب أو إن تحرض ممكن نتغير من Y أو تحطوا DY بالأول وDX بالثاني بس إذا حطيت بدك تبدأ بالطريقة العكسية شو يعني بدك تبدأ بالأول من أسفل لأعلى بعدين تشوف الثوابث بX من وين X بتغير على المساحة تاعتنا هسا بتوضح الفكر أكثر لما نحل الجزء الثاني اطلعوا المثال هذا شباب المثال هذا قبل شوي لما حلينا حلينا DX بالأول DY بالثاني طب خلينا نحله العكس DY بDX ونشوف شو المشاكل بتواجهني ليش مرات إنه الأحسن إنه أخذ DX بالأول ومرات الأحسن إنه أخذ DY بالأول يعني ما أخذش الأمور على حريتي أوكي يا شباب نيجع السؤال هذا مثل ما قلت لكم قبل شوي حلينا بDX بالأول بعدين DY كانت الفكرة يا شباب سهلة ليش؟ لأنه بكل بساطة بدي تطلعوا لي هون شوي بدي أخصم الشيء التالي بالرسل بدي أخذ العامود هات سهم هيك وأخذ هات سهم هيك وأخذ هات سهم هيك مشكلتي إذا بدي أبدأ أوه يا ضروري يا زينب زينب بتسألنا يا شباب على موديت لي مسيج أظن بتقول لي زينب إذا حليت بالنسبة لتغير في Y بالأول بقدر أقسم المنطقة ما هذا اللي بدي أعلق عليه الصح يا زينب إنه إحنا بكل بساطة هاي من المشاكل اللي بدي أصيره واجه هاي من المشاكل اللي بدي أصيره واجه مثلا طلع مثلا أنا مثلا لما حليته بالنسبة لأكس قبل شوي ما قسمت المنطقة بس هسا مثلا طلع عليه إذا بدي أبدأ بY يعني بدي أبدأ من تحت لفوق وأظل ماشي من X يساوي ناقص واحد لعند X يساوي واحد هذا المربع اللي قلت لكسكرولية أو المستطيل طبعا شو اللي رح أصير إذا رح أبدأ من أسفل لأعلى رح أبدأ طبعا أول شيء عند X يساوي ناقص واحد بعدين رح أظل ماشي على اليمين ما بين الثابت X يساوي ناقص واحد لX يساوي واحد بس واني ماشي بين الثوابت تذور طلع عليه شو البصير إذا ببدأ أسفل وبطلع فوق قاعد ببدأ بY يساوي صفر وبنتهي بY يساوي واحد طلع عليه 100% ببدأ بالإكس بالآسف هذا الخط بجوز لازم يكون دقيق أكثر تماما بظل ماشي لحد وين لحد يا شباب اللي هو هاي إذا ببدأ من Y يساوي صفر بنتهي بY يساوي واحد آه هيك دكتور بنصيح من من X لواحد X ماقص واحد لX قديش آه يا شباب مزبوط ولا غلطان بس زيرو مزبوط طيب المشكلة إذا بدأ أكمل بنفس الطريقة أضل بأسهم من أسفل للأعلى بدي أضطر هون اطلع وصار التغيير بدأ أضل على المنطقة ما مش من حق ياجي من هون هيك وقول ليك هذا غلط اللي راح أساويه إني بدي أبدأ وين إني بدي أبدأ من هون وانتهي هون معناته أني قاعد ببدأ من الخط المائل هات اللي هو Y يساوي X وبنتهي بY يساوي واحد فالY ببدأ بX بالنسبة لY وبنتهي بإيش بواحد وين هذي شباب المنطقة هاي اللي بدي نسميها بالأخضر صح هون الY تبدأ ب صفر وتنتهي وين يا شباب طلعوا عليها ببدأ بالصفر Y يساوي صفر وبنتهي بY يساوي واحد طيب هون بالمنطقة هاي اللي بالأخضر الX بتبدأ بالصفر وبنتهي وين هاي شباب بقدر أسمع هاي واحد بقدر يفتح وسمعني صوت يا شباب عادي ببدأ بالصفر وبنتهي وين بالواحد سبحان الله بقيت بدي أسألك يا مصطفى بتنتهي بالواحد طيب بالمنطقة هاي ببدأ بالناقص واحد طلعوا الX ببدأ بالناقص واحد وبنتهي وين من الصفر بالصفر ممتاز كثير بدي أخليهن معي هذول وانزل لتحت على الحل مشان نشوف المابع ناس بالأول بدي أحذف فايل أشياء عن الرسم وخلي هذا البعنيني أنا هاي زبدة الكلام عندي هاي التغيرات اللي بدي إياهني صح ولا لا هلي رح أصير عندي يا شباب ها خلني نزل لتحت شوي إذا أخذوا مثل ما أقول تلكوا إذا بدي أبدأ بواية وحاطوا مصطيلات بواية إذا بتطلعوا رح أطر أقسم المنطقة لمنطقتين الصحيح فبالتالي شو اللي رح أصير عندي يا شباب رح أصير عندي منطقتين خلينا بس أوضح الأشياء شوي هاي طلعوا عليش اللي ساوا فلح يأخذ أول منطقة اللي هي من من ناقص واحد لا صفر طلعوا الإكس من ناقص واحد لا صفر من ناقص واحد لا صفر تمام بعدين بدي اقتران بدلالة واي هاي الثاني طلعوا عليه من واي يساوي صفر لو واي يساوي واحد يعني أنت بتكامل على مستطيل مين بالأول عندي يا شباب دي واي بعدين دي اكس زائد في عندي المنطقة الثانية اللي هي هاي صح هاي المنطقة الثانية اللي عندي بالمنطقة الثانية المتغيرات بالأول تطلعوا الواي تتغير ما بين اكس السفلي وواحد العلوي والأكس بتتغير ما بين صفر وواحد خلص خلصنا خلصنا كل بساطة بتساوي التكاملات تاي حاسة بتساوي التكامل هذا وطلع الحل ما في مشكلة فيه العملية بتصير سهلة خلينا نشوف شو عيوب هذول شو العيوب خلينا نقول أول شيء يا شباب بدي تلاحظوه من لما حلينا المثال هذا الطريقتين شو اللي صار عندي اللي صار عندي يا شباب وخلينا نشوف بالله أسألكو بعد إذن كو عبد الرحمن ربابعة عبد كنت مشارك معي من مرة الماضية كويس راي عبد شو بتتوقع في عيوب ليش مرات بالطر أبدل دي اكس مرات دي واي شو رايكو يعني أنا كواحد بشغل برياضيات متى أحسن أبدل دي اكس بدي بدي واي دكتور لما يكون تكامل بدي اكس أسهل من نسبة دي واي شمعقد مين معي كان عبد الرحمن لا مصطفى عبد الرحمن مصطفى طيب شلون يعني معقد شلون تعريب معقد يعني شباب بالمثال شوي في مشكلتين الصحية قاليني أطلع شوي بعد إذنكو لا اللي حليناها بالطريقة الأولى اللي هي أخذنا بالأول دي اكس هذا المثال الأول هسه بدرجة علق عليه الصحية المثال هذا لما أخذنا دي اكس بالأول اللطيف بالموضوع كان لما أخذنا دي اكس يا شباب بالأول إني ما اضطرتش ما اضطريتش أو ما أجبرت إني أقسم المساحة صح؟ المساحة بظلت ثابتة عندي مظبوط؟ ما فيش داعي شغل على مساحتين صح؟ ولا لا؟ شو رأيكو؟ ولا أنا غلطان؟ بدي أسمعكو على الشات أو تقدر تفتح المايك وتجاوب ما في مشكلة صحيح دكتور هاي يا شباب مظبوط ولا أنا غلطان؟ مظبوط أنا مش مضطرين قسم مساحة مضطرين كامل مرة واحدة مضطرين قسم مساحة فإذا أخذت دي اكس بالأول أنا مش مضطرة قسم المساحة طلعت معي مساحة واحدة وهيك بريع لحالة شوية بس الصحيح يا شباب في عيب ثاني أني أخذ دي اكس بالأول لما أخذ دي اكس بالأول إذا بتذكروا قلتلكوا هنا طلعوا هذا معطيني اكس يساوي واي أو واي يساوي اكس للأسف بدك تكتب الاكس بدلالة واي يعني بلغتنا العامية شو اليوم قالونا بالمحاضرة الثانية مصطفى كونك معي؟ الشاب شو جوابنا اليوم قال قال بدي أخلي اكس ولا واي واي موضع القانون مش شيك علمونا بالمدرسة؟ هاي مشكلة يا شباب احنا كناسب نشتغل الرياضيات وانتو طلاب الرياضيات دائما أني أكتب اكس بدلالة واي أو أخلي واي موضع القانون مش دائما سهلة علي هذا شيء متعلق من مين؟ بالإمبرس فونكشن أني بقدر أوجد إمبرس أني أقدر أكتب اكس بدلالة واي بقدر مش دائما سهلة فبدي تحطه بباكي شغلتين يا شباب إذا إذا ما قدرت تكتب اكس بدلالة واي لا تشتغل على دي اكس بالأول يعني لا تكامل دي اكس بالأول حتى لو المساحة بتتقسم لأنك مصرحة تقدر تكامل لأنه أنت أصلا التغير بإكس إذا بدت تغير بإكس هو اللي يكون بالأول يعني دي اكس أكامل بالنسبة لدي اكس بالأول لازم اللي اكس يتغير بين اقتران بدلالة واي بدي تركزولي فيها واقتران بدلالة واي كي يا شباب فأنا ما رح أقدر أساوي التكامل بالوضع الطبيعي لأنه أنا أصلا ما رح أقدر أكتب اكس بدلالة بدلالة واي فمباشرة أترك إنك تكامل بالنسبة لأكس بالأول بدك تروح تكامل بالنسبة لواي وبصير حتى لو قسمت المساحة بتصير أسهل حتى لو بقسم المساحة لأنه بقدر أكامل على الطلب فهي أول ما بنا نشاكل إني ليش بقلب دي اكس لدي واي إني أحيانا ما بقدر أكتب اكس أو واي الشيء الثاني المثالي تطلوا عليه اللي أعطاني إياه هون أعطاني إياه بسيط جدا إنتي لما تقول لأكس يساوي واي ولا واي يساوي اكس عادي سهل إن أكتب اكس بدلالة واي مظبوط بس مش مضطر أقسم المساحة فبأخذ الدي اكس بالأول تمام؟ بأخذ الدي اكس بالأول أوكي يا شباب هذول النقطتين بتحطول إياه نبروسكو أول شيء إذا اطريت قسم المساحة وبقدر أكتب اكس بدلالة الواي لا ولا مش مجبرة قسم بروح مباشرة لين يا شباب؟ بروح مباشرة إني أحل بالنسبة لا واي بكامل ببدل لا واي بالأول أوكي؟ ما بغلب حالي بتكسيم مساحة إذا ما بقدر أكتب اكس بدلالة واي لا ولا مضطر إني أكامل بالنسبة للا إكس بالأول قلنا أرجع للمثال الأول اللي هو كان أسوأ واحد فيهن الصحيح تطلعوا على المثال الأول يا شباب اللي كان معنا المثال الأول هذا الصحيح كاملنا اطلعوا عليه لما بدنا فيه كاملنا بالنسبة للا واي قلبناه عن ما دي اكس قلبناه بالنسبة للا واي وأخذناه مساحة واحد وكان سهل إذا شفته هون والأمور ماشي كويسة إني أخذ دي واي بالأول بعدين دي اكس الثاني وين مشكلتي صارت يا شباب؟ المشكلة إذا بدي أخذ دي اكس بالأول يعني أحافظ عن نفس الترتيب اطلعوا لي دي اكس بالأول يعني أنت بالأول بدك تمشي بأكس أفقي أول إشي بدك تمشي أفقي بعدين تمشي عامودي تاجي بالثوابث مشكلة كبير للسؤال هذا التالي طلعوا عليه ما أزنخوا بصراحة أنا أسف عن لفظة بس هو فعلا بصير سيئ بصير صعب كثير صعب كثير لسبب بسيط جدا أول أيوة مش بس الجذور مشكلتي يا شباب اطلعوا أنا بدي أبدأ من هون عند اكس يساوي ناقص واحد وانتهيون فأنت بتتغير من اكس ناقص واحد وبتنتهي وين لده بدي أجيب الامبرس بتصير مزعجة جدا هسأ بعلق عليها هاي منطقة للأسف قلنا شوفوا تشات بس بعد إذنكو والله يا زينب للأسف بالسؤال هذا مش بس منطقتين هسأ بتشوفي عندي إذا بقدر أضلي للكو ياهن الصحيح عندي المنطقة هاي بتغير فيها من هون لهون صح فخلينا نقول من اكس يساوي ناقص واحد لمعكوس ساد بغض النظر شو معكوس وشو هو فأنت بتروح من اقتران لا اقتران الشيء الثاني طلع هون قاعد بروح من هون لهون هاد اقتران ثاني على فك آه رح يساوي معظم دكتور معنا به هاي منطقة رابح التكامل يعني دكتور رح يصير عنده أربع مناطق رح يصيره أربع بالضبط واني يجي لهون خلينا نأضل القيان عصرية وعند المنطقة هاي انت رح تغير من هون لهون رح تروح أفقي وكمان في عندي كمان منطقة مثلا اللي رح تكون هون لأنه هون تغير من اللي هو ناقص اكس تربيع لا الواحد وهون من الاكس تربيع خلينا نقول للواحد ولو انه العكس المفروض كي شباب رح يصيره عندي أربع مناطق مزعجات جدا ومش بسيك مضطر انت تيجي بما انك بدك تأخذ التغير باكس بالأول مضطر تيجي هذولا تكتب اكس بدلالة واي فانت مضطر تيجي تقول هون هاي الاكس تربيع بتساوي واي معناته الاكس شو بتساوي لي زائد او ناقص جذر واي الجزء اللي العليس هذ اللي هو هذ اللي هو ناقص جذر واي الجزء اللي عليمين اللي هو هذ جذر واي واللي تحت تاب مضطر تيجي تقول يا شباب بعد ذلك بدك اخذها هاي على جانب هون رح اقول انه الاكس تربيع او سالب اكس تربيع بتساوي واي فالاكس تربيع بتساوي سالب واي الاكس بتساوي زائد او ناقص جذر الناقص Y وانعارف بس تشوف الناقص ها السعيات راح تسخنه قبل تحت الجذر هي صحيحة ليش لانه تطلع الرسم Y كله سالب جاي تحت المحوة فلما حد سالب Y بصير موجب وجذر معرف فبالتالي الجزء هاذ برضو شو راح يصير الجزء هاذ راح يصير سالب جذر السالب Y اللي هي هاي سالب جذر السالب Y وهاي الجزء راح يصير جذر موجب جذر السالب Y كثير صعبة كثير صعبة علينا بالصير فأكيدا المثال زي هاذ يعني عذروني على اللفظ أحيانا يعني خلينا نقول جنان أو ضرب من الجنان أني أروح أحل بالنسبة لمن بالأول بالنسبة للإكس طيب ما هو كان عندي سهل ببدأ من الناقص واحد إكس ناقص واحد للإكس يساوي واحد بعدين من تحت لفوق من تحت لفوق ما فيش عندي تغير كلها منطقة واحدة بتغير من الناقص إكس تربيع للإكس تربيع وببدأ بالإكسات من الناقص واحد للواحد وانتهينا صح ولا لا فلا تتعب بالك أحيانا فيه كثير فهذا أول سبب ببدل فيه في الترتيب التكامل يعني بقول Dx بالأول أو Dy بالأول اللي هي المنطقة في سبب ثاني بعود أحليلكم مثال من الأسئلة الصحيحة أنا بجوز مش موجود بالأمثلة إشلون بدي أتعامل معاي يا شباب بطريقة مختلفة خلينا نقول هذي هذا الشيء متعلق برضو ميت ببدل متعلق بالتكامل اللي جوا خلي بس أني يجي لل بعد معانا بجوز شوية وقت الصحيح إن شاء الله بلحق أحلي الكو أيسا بدي أصير أمشي أسرع الصحيح مثل ما قلت لكم نحط تلكو في فيديو وهذا الفيديو إن شاء الله بس أعملكم فيرش بكرة بنزلكو إياه فبصيري عنكم فيديوهين عن الموضوحات فالأمور إن شاء الله بتمشي طيبة خلينا أنزل استعرض هين معاكم عصرية لأنه فيه فكرتين ظل عندي بدي أساويهن هون يا شباب اطلعوا معطيني هو برضو X قوى نص ناقص Y تربيع معطيني المنطقة المحصورة بين هذول نفس الفكرة بقول لي بقول لي إذا بدي أبدأ بالأول طبعا هذول الإخترانين يا شباب شون بدي أعرف النقطة هايلي هي نقطة تقاطع اللي هون هاي نقطة تقاطع الإخترانين اللي هو Y هون معطيني إياها الصح بس لو معطيني شيئا سهلة صحيح إحنا أوجدها خليني أعلق عليها الصح شوي اللي هون معطيني الإخترانين Y يساوي X تربيع Y يساوي X تربيع أو الـ X تطلع هو احتياطا قاعد بحطهنا على فكرة أو X اللي هي جذر وما أخذها بالمنطقة هاي هو بالمنطقة الموجبة أو Y يساوي اللي هو الجذر الرابع هون يا شباب الجذر الرابع لا X أو اللي هي Y X يعني يساوي Y تربيع حضر السهل إن أوجد الإمبرس يعني أكتب X بدلالة Y وحطة احتيازها هيك وطلع ومثل ما قلت لكم وكملها كلها على مستطيل مشان يعرف المنطقة هاي التغير بالتوابط وين يعني طلعوا لو بدلت مثلاً التوابط بـ X رح أبدأ من X يساوي صفر وانتهى بX يساوي واحد وإذا بدلت توابط بـ Y رح أبدأ من Y يساوي صفر وانتهى عند الواحد فهي سهل عليه بظل عندي تغير بـ X و بـ Y مثلاً طلعوا لو بدلت أخذ D-Y بالأول اللي هي أبدأ من تحت وانتهي لفوق وعملي سهل طلعوا بابدأ هون وبانتهي هون بابدأ هون وبانتهي هون آسف الأفقي هذا مش عارف ليش بطلع معي قاعد آآ خلينا أخلص منه لاش تخربطوا فيه إذا بابدأ من تحت فاني بابدأ هاد اللي هو يا شباب بطلعوا عليه السفلي هاد السفلي هاد اللي هو Y يساوي X تربيع فاني بابدأ بـ Y يساوي X تربيع وبانتهي بـ Y يساوي الجذر الرابع والمنطقة بظل ثابتة فتطلعوا الـ Y بتتغير ما بين X تربيع والجذر الرابع لـ X سهلة الـ X طيبة بتتغير من صفر لا واحد برضو سهلة فما فيش داعا روح أقلب وتغلب بالأشياء هاي بس برضو لو قلبت انتي برضو هون ما راح تطار تقسم منطقة برضو راح تظل من أقصى اليسار لأقصى اليمين برضو الـ Y بين الواحد والواحد أظن كتابنا حاطنا سبوري فيياهن دكتور بس حتى لو كملنا بالنسبة لعكسنا التكامل ما بفرق هذا السؤال ما بفرق بس شو بغلبني فيه مثل ما قلتلكو يا شباب اني اكتب X موضع القانون خلينا نقول Y يعني X بدلالة Y X بدلالة Y هذا ظلا ما بحبهنش كثير الصحيح يعني اذا كان الاخترام بسيط عادي ما في مشكلة بس خلينا نقول وفرضي نعطاك الصين مثلا اخترام الصين شو ما بدك تكتب الـ X بدلالة الـ Y افرض قللك Y يساوي صين X اتمرنوا شو ما بدك تكتب أصلاً الصين إمبرس والتان إمبرس والسيكنت إمبرس وهذه الأشياء لسا بسيطة احنا ما في صيغة تقولي الـ Y بدلالة الصين التحزير احنا كنا نشتغلين صح؟ كنا نتحذر تحزير اقول لك الصين إمبرس للصفر تيجي تقولي والله الزاوي اللي كان صينها صفر صفر معناته صين إمبرس للصفر صفر ما بزبط عندي هون أشياء بسيطة زي هاي X تربيع X قوة ربع بس ربع الطرفين أخذ جذر بتظل بسيطة أما أشياء إذا بدنا نفوض بالأمور أكثر بتصير معقد الصح ما بقدر إني أشتغلها بقى طبعاً مشتغلوا بالجهتين آيوة هذا السؤال بدلي إياه الصحيح يا شباب السؤال شو بقولي بدتي تفهمهم بعد ما شوية وقت للثلث إحنا صح إن شاء الله شو السؤال بقولي بقولي يا شباب يوز يوز دابل إني إنتيجريشن تو كالكوليت ذا آريا أوف ذا ريجين أميغا إني قلوز باي ويساوي إكس تربيع وإكس زائد ويساوي إثنين هذول يا شباب وين مرنا علينا بدأ أسمع منكم لما كان يقولي أوجد المساحة المحصورة بين منحنا إخترانين وين سمعنا فيهن الكالكولوس 3 دكتور لا باري سيمبل كانن عجقونا فيهن كثير عطونا إياهن بالمدرسة كثير صح هذول بكالكولوس 1 مش المكان يقولي أوجد المساحة المحصورة بين إخترانين صح شو كنا نساوي طل نرسم الإخترانين أول شيء عندي أتفضلي ولوش نرسم دكتور إحنا الرسم مش ضروري أنا بدي أرسم الكو بس هنا مش غالط ترسم صح لأنا بلكتعرف المنطقة وشوف التغير فيها هذا مين يا شباب Y يساوي هاي يا شباب X تربية X تربية صح طيب الخط هذا هذا ما هو Y يساوي 2 ناقص جيبوا الـ X لهن مش Y يساوي 2 ناقص X صفر الـ X راح تعطيني الـ Y 2 مزبوط صفر الـ Y راح تعطيني الـ X 2 هذا الخط خير فهي المساحة البدي إياها صح ولا لا يا شباب صح دكتور مزبوط 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 طيب X تربية بتساوي لي Y بواي 2 ناقص X طبعا جيب للـ X هون هاي راح تصير X تربية زائد X زائد ناقص 2 يساوي صفر معدلة تربعية بسيطة على القانون العام بتقدر تقول أو بتحليلها مثلا إما على القانون العام أو بتحليلها بتقول X عبارة عن زائد 2 بالـ X عبارة عن ناقص 1 أظن ها بتحليلها صح يا شباب صح دكتور مزبوط مزبوط عددين بدي يحاصل ضربين ناقص 2 هايو ومجموحين موجب واحد هايو صح ولا لا فأكيد النقطة هاي راح تكون X بالـ X بالـ X 2 وهون إني قديش الـ X هاي ناقص وين الـ X أسفونا واحد وغاد ناقص 2 دكتور وغاد ناقص 2 صح صح دكتور مزبوط ولا أني غلطان مزبوط فتطلوا علي يا شباب إذا بدك التغير بـ X على المنطقة هاي راح الـ X تتغير بين الناقص 2 والـ 1 إذا بدك التغير بـ Y يعني كون عامودي طلوا علي الـ Y بتتغير ما بين منحنة X تغير والـ X لا الـ 2 ناقص أه الـ 2 ناقص X والخط يعني بابدأ هيك وبنتهيك بابدأ هيك وطلع ما في داعي أقص منطقة صح في داعي أقص منطقة يا شباب لا في جدا أيوة بس إذا بدك تغير الثاني بدك تقسم منطقة ليش يا شباب قلنا نستخدم لون ثاني طلعوا لي على هاي هاي المنطقة طلعوا إذا بده أخذ أفقي وينها بتغير من الإقتران التربيعي للخط بس هون من التربيعي لنفسه صح ولا لا نفسه بدك تعكس منتي يعني من ناقص جذر واي لجذر واي ما بزعجش حالي فيها صح ولا لا مزبوط أجلق على الفاضي أيوة هذا أنتو آيوة بالضبط هذا أنتو بالكالكولوس ون كنتوا شو تساووا زمان كنتوا تريحوا حالكو تقولوا الشيء التالي خليم بس بعد إذنك وده أشير الخضر هذول كنتوا تقولوا التكامل بصير لو بدأ أحسب المساحة هاي كنتوا تقولوا التكامل المساحة الاريا راح تصير إذا بتتذكروا التكامل من ناقص اثنين التغير بإكس لا الواحد صح ولا أنا غلطاني شباب التغير بإكس العلوي صح ناقص مين السفلي يعني اللي جوبه التكامل العلوي راح يكون عبارة عن اثنين ناقص إكس ناقص السفلي اللي هو إكس تربيع دي إكس صح ولا لا مزبوط ونخلص منه بس شو هو بقول لي هون بقول لي هون بدي أستخدم الدبل إنيقرال وعني لما بدي أسألك الصح بدي أسألك تستخدم الدبل إنيقرال أو التكامل الثنائي مش تستخدم من مش تستخدم الكالكولوس 1 احنا خلصنا من الكالكولوس 1 وهذا الشغل بدك تشغله بدك تجيب الرسم يجيب نقاط التقاطع الحدود هاجيبها فتطلعوا مثل ما قلت لكو إذا بدك تشغل على تكامل ثنائي الدي إكس بدي إياها بالأول لأنه أسهل لي بعدين الواي بتغير من منطقة واحدة من الأسفل للأعلى بتكون أسهل طيب الشيء المميز هون شو داخل التكامل شو بده كامل صحيح أنت بتكلم عن تكامل ثنائي بس شو ما داخل التكامل ما داخل التكامل شيء بسيط يا شباب إذا طلب منك مساحة الأمور بسيطة جدا ما داخل التكامل عبارة عن واحد فقط طلعوا يعني بتقول الدبل إنتيغرال على المنطقة اللي هي أوميغا دي إكس دي بي واي وبنكون خلاص شوف حلو ما بعض طلعوا علي مثل ما قلت لكو إذا بده أخذ التغير بي واي فالواي بتتغير مثل ما قلنا الحد السفلي راح أكون اللي هو الإكس تربيع بواي والحد العلوي 2 ناقص إكس والإكس بتتغير بين ناقص 2 وما بين واحد جوا فاضي بتكامل بنسبة لواي بالأول لأنه أخذنا التغير بواي بالأول بعدين بتكامل بنسبة لإكس دائما يا شباب إنتي لما يكون ما داخل التكامل فاضي خلينا نقول أو واحد دائما بتأخذ الطرف العلوي ناقص الطرف السفلي يعني ما فيش كامل أنا بتقول أنت تحر واي تربيع بواي آسف وبتأخذ اللي فوق ناقص تعوض السفلي بس دائما ما فيه داع لها الكلام دائما أنت بتأخذ العلوي ناقص السفلي فالعلوي راح أكون 2 ناقص إكس ناقص إكس تربيع وهذا على فكرة اللي قبل شوي سنجل إنتيقرال نفس اللي كانت تعال كالكولوس كالكولوس 1 صح ولا لا بس أنا بدي أشوف فاضي أوكي يا شباب لما قل لك بايدا من إنيقرال بدي أشوف فاضي يعني بدي أشوف تغير بواي بواي وبالتغير بأكس طبعا هون هوش صحيح كتابنا راجع حاله بايش يا شباب بالطريقة الثانية ما أخذ التغير بواي وعاجق حاله راجع وما إلى ذلك أنا طبعا مثل ما قلت لكو لواش أروح أقسم منطقتين بقدر أقسم على منطقة بكامل منيس بلا واي غير عن إنه تكسيم أحيان بدك تكتب اكس بدلالة واي بالصيلة العملية على أي صعبة فالأحسن إني أخذهن بالطريقة هاي الصحيح شايفين راجع أخذوا إيش بدلالة واي أخذ منطقتين منطقة ومنطقة هاي منطقة وهاي منطقة ثانية كي شباب المرة جاية إن شاء الله بتكمل معان السيمتري والأشياء هاي لأنه في أشياء إحنا بجوز ما أخذناها هاش نشوف السيمتري وبدي ضرورة حلكوا سؤال على الحجم والفكرة اللي قلت لكو عنها طبعا اللي هي طبعا شباب إذا بتحاولوا تتمرنوا من هسا إنه أحيانا التكامل نفسه بيكون صعب الصحيح فمثلا الفكرة راح نلقاها بالسؤال هذا مثلا حاولوا تحلوه بالله بيتمنى منكوا تحلوه ممكن السؤال هذا برضو هذو أولا فيه المشاكل خلينا نشوف شلو ممكن نتعامل معاهن المرة الجاية إن شاء الله بس نعطيك العافي دكتور أوكي ثاني مرة يا شباب بعد ذلك نكو خلينا بس أوقف التسجير مشان نحكي سوالي بجانبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر